بسم الله الرحمن الرحيم معاكم محمد حمادة أستاذ مساعد الرقابة الصحية على الأغذية قسم الرقابة الصحية على الأغذية كلية طب البطري جمعة مدينة السادات في مصر إن شاء الله وأهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات صحة الأغذية إن شاء الله لنا من النهاردة مناسبة خاصة بنتكلم فيها وفيديو خاص وهو عن كل سنطيبين طبعا هندخلين على العيد بعنوان الأضحية معايير شرعية وإجراءات صحية بداية بناخد الجانب الشرعي أو الجزء الشرعي الأضحية هي عبارة عن اسم لما يزبح من الأنعام يوم النهر اللي هو يوم العيد وأيام التشريق بنية إيه؟ بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى دي المقصد الرئيسي لها يعني المشروعية بتاعت الأضحية إيه؟ أجمع المسلمون كلهم على مشروعيته أجمع المسلمون جميعا على مشروعيته وذلك لقول الله تعالى فصل لربك وانحر ولما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر الأضحية بتذبح عن المضحي الشخص نفسه اللي هيضحي وأهل بيته وإن كثروا يبقى إذن الأضحية بتكفي عن مين؟ بتكفي عن الراجل اللي ضحى وأهل بيته حتى لو كانوا إيه؟ بالمئات يبقى المضحي وأهل بيته وإن إيه؟ وإن كثروا الشاة بتجزي عن واحد الشاة بتجزي عن إيه؟ عن واحد يبقى إذن الشاة مضحي مضحي واحد اللي هي الشاة دي تشمل الغنم والمعز تجزي عن إيه؟ عن واحد فقط الواحد اللي هو المضحي وأهل بيته يعني ده الوحدة على بعضها أما بالنسبة ليه البدنة أو البقرة البقرة اللي هي طبعا البقر المعروف سواء جموس أو بقر والبدنة اللي هي غالبا متوبة لإيه؟ القبل غالبا متوبة لإيه؟ القبل دي بتجزي عن مين؟ بتجزي عن سبعة أفراد يعني سبعة مضحيين سبعة إيه؟ سبعة أفراد طيب حكم الأضحية إيه؟ الأضحية حكمها هي سنة مؤكدة لمين؟ للقادر عليها فقط للقادر عليها فقط الجملة من الأحاديث طبعا في عدم وجوبها أن هي مش واجبة ولكنها سنة مؤكدة للقادر كحديث أم سلامة رضي الله عنها إذا دخلت العشر الأول لما العشر لو قال منذ الحجة اللي احنا إن شاء الله دخلين عنهم بعد أيام وأرادة كلمة أرادة دي تقولك أن الموضوع مش إيه؟ مش واجب وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيء فلا يمس من إيه؟ من شعره ولا من بشره إيه؟ من بشره شيء أخرجه مسلم وطبعا أرادة هنا معناها أن الموضوع مش واجب لكنها إيه؟ سنة مؤكدة للقادر طبعا طيب فضل الأضحية إيه؟ أصح الأحاديث ما أخرجه الترمزية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنها لتأتي ليه الأضحية وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسها صلى الله عليه وسلم إذن هي على سبب كبير جدا وفضل كبير جدا عند الله عز وجل طبعا زي ما احنا قلنا هي سنة مؤكدة لمن؟ للقادر طيب حكمتها إيه بقى؟ يعني إيه بنعملها ليه يعني؟ إيه الغرض منها؟ طبعا القصد الأساسي والقصد الأعظم من الأضحية هو إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام في امتثاله لأمر الله تعالى وعزمه على تنفيذ الرؤية بذبح ولده قال تعالى وفديناه بذبح عظيم وده كلام ده كله إحنا عارفين وحفظين والمسلمون حين يضحون يتمثلون معاني هذه المعاني اللي هي معاني الفداء والتضحية لهذا الدين الاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى سواء عقلوا الحكمة من هذا الأمر أم لم يعقلوها ولكن بينفذوا ذلك استسلاما وانقيادا لله عز وجل وتنفيذا وتمثيلا لمعاني الفداء والتضحية أيضا من حكم الأضحية الربط والاتصال بين الحاج الذي يذبح الهدي في الحرم وغير الحاج الذي يذبح الأضحية في الحل فيتشاركاني الاثنان في القصد ويتشاركاني في المعنى وفي الثواب وفي الأجر ده من حكم الايه الأضحية من حكمها أيضا أن تشكر الله على نعمة المال إن ربنا أدك فلوس فمن ضمن الحكم بتاعتها أن أنت بتشكر ربنا على هذا المال أن أنت بتضحي في عيد الأضحى وفي يوم النحر وأيام التشريق بهذه الأضحية تقربا إلى الله عز وجل إضافة إلى أن من حكم أيضا الأضحية هو التوسيع على الفقراء التوسيع على الأقارب والتوسيع على الجيران دي حكمتها طيب شروط الأضحية من الناحة الشرعية للأضحية شروط لابد من توفرها حتى تقع صحيحة وفق مراد الله تعالى إيه هي هذه الشروط؟ أول شرط عندنا من هذه الشروط هو أن تكون من بهيمة الأنعام لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام طيب إيه هي بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم الإبل معروفة لجمال والبقر تشمل البقر والجموس نوع من البقر أيضا والغنم تشمل الماعز والغنم اللي أم الضأنها ومعزها الضأن اللي هو الغنم أما الماعز اللي يسموها الماعز إذن كلمة كلمة الغنم تشمل الضأن والإيه؟ تشمل الضأن والماعز ده بالنسبة ما هي الأنعام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ضحى بغير الأنعام على كثرة ما ضحى فالأنعام هي الإبل والبقر والغنم طيب ثاني شرط من شروط الأضحية هي سن الأضحية حدد الشرع هنا حدد الشرع سنًا للأضحية حسب نوعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لا تذبحوا إلا مسنة مسنة أي اللي هي وصلت لسن معين كلمة مسنة يعني إيه؟ وصلت لسن إيه؟ معين إلا أن يُعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضاء جزعة من الضاء يبقى إذن أي حاجة من الأنعام دي لابد أن يكون توصل لسن إيه؟ معين زي ما هنعرف دلوقتي السن إزاي وهذه السن بقى اللي ذكرت في الحديث عبارة عن خمس سنوات بالنسبة للإبل خمس سنوات بالنسبة للإيه؟ للإبل سنتين بالنسبة للبقر سواء بقر أو جموس سنة للماعز سنة للماعز أما الوحيد اللي هو بياخد أقل من السنة هو الإيه؟ من ستة أشهر ونتطالع اللي هو الضاء اللي هو الغنم يعني ستة أشهر للإيه؟ ستة أشهر للضاء وهي كلمة ستة أشهر للضاء نديا اللي هي مقصود بها الجزعة الجزعة في الحديث هي ستة أشهر إيه؟ هي ما أتم ستة أشهر من الضاء ما أتم ستة أشهر من الإيه؟ من الضاء ده شرط التاني للإضحية اللي هو السن بتاع الايه السن بتاع الاضحية طيب الشرط التالت القدرة ما ينفعش حد ما يكونش قادر ويروح يضحي لا فالقدرة بأن يكون صاحبها قادرا على ثمنها اولا وطبعا عشان يكون قادر على ثمن الاضحية فبيبقى عنده ايه بيبقى مالك لنصاب الزكاة بيبقى عنده نصاب الزكاة اللي هو طبعا قدر محدد من المال بيمر عليه سنة ده القدر ايه بيسموه نصاب الزكاة هذا النصاب طبعا فاضلا عن حوائجه الأصلية يبقى يكون مالك للنصاب الزكاة وهذا النصاب يكون فاضلا عن حوائجه الأصلية ده الشرط الثالث اللي هي القدرة الشرط الثاني اللي هو القدرة الشرط الثالث اللي هو القدرة الشرط الرابع أن تكون خالية من العيوب القادحة القادحة في وفرة اللحم وجودته أو المنفرة من أكلها كالعوراء والعرجاء والمريضة وأن تكون من أطيب وأجود الأنواع وطبعا المزارع أو المضحي لا يقصد المزارع التي تسمى الأنعام بالأدواء والهورمونات اللي بتضر بالإنسان والحيوان ما يقصدش هذه المزارع وأن يحب للفقير ما يحب لنفسه لأن دي من صفات المؤمن أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ده إيه الشرط الرابع من شروط الإيه من شروط الأضحية طبعا إحنا قلنا قبل كده زي ما هنرجع ثاني ثانية واحد نرجع بسرعة أولا أن تكون من بهيمة الأنعام ثانيا أن تكون إيه سن الأضحية له سن معين وإحنا عرفنا هذي السنون ثالث حاجة عندنا القدرة رابع حاجة عندنا أنها تكون خالية من العيوب اللي بتخضح في وفرة اللحمة وجوداته وننفرة من أكلها رابع حاجة أن يقع الذبح في الوقت المحدد شارعا ما تبحش في أي وقت فيه وقت محدد وهو أول وقت هذه الأضحية بيبقى بعد صلاة العيد صل العيد ويبدأ الوقت من هنا بقى يبدأ الوقت بعد صلاة العيد اللي هو يوم عشرة زي الحجة يوم عشرة إيه عشرة زي الحجة اليوم العيد نفسه بعد صلاة إيه بعد صلاة العيد ينتهي إمتى مع نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 ذي الحجة بنهاية يوم 13 ذي الحجة ينتهي وقت الأضحية فوقت الزبح ممتد عندي لأربع أيام يوم العيد و3 أيام تشريق يوم العيد اللي بنسمي يوم النح هو أول أيام العيد و3 أيام للتشريق بعده دي شروط الأضحية وإن شاء الله نستكمل في فيديو قادم قريب جدا بقية الكلام عن ناحية بقى الإجراءات الصحية الخاصة بالأضحية ونقول لكم دلوقتي يعني عيد أضحى مبارك إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته